لغم أنه يتم اختطاف روابط العنف باتجاه جماعة الإخوان وباتجاه العنف أنت استشعرت خطر هذا اللغم أنت مش عارف تشتغل نعم لكن أنا قدام لغم تاني أنا لما أعدت مع الشباب بتوع الأهلي أنا أعدت مع شباب زمالك جلسة أو اتنين أعتقد الجلسة إنما مع الأهلي أعتقد جلستين ثلاثة الأهلي كل المجموعة اللي أعدت معي لك إحنا مش عايزين نشتغل في زياسة إحنا رياضة وإحنا مش حابين القصة دي إحنا عضياتنا إن إحنا عايزين نرجع للإستاد طب ليه بعضهم بهت في أسكت حكم العصر أنا بقولك اللي بتقال أنا بكلمك ما وصل إنت أنا ليه بقول ده لأن لازم يبقى المعلومة واضحة عشان تحل عشان تحل لأن هما فعلا هترجع لنفس النقطة من البداية هما في يوم مجموعات ما لهاش علاقة بالسياسة وفي يوم مجموعات ليه علاقة بالسياسة عشان ما ينفعش تاخدهم على بعضهم لا هي دي حقيقة في مجموعات ما لهاش وفي مجموعات ليه إنما الخطورة الكامنة وإيه اللي وزارة الشباب مش متحركة على أساسياتها ولازم ترتب مع وزارة التربية والتعليق إن المعدل بتاع العمر السني بتعولات كتير جدا منهم في الإعداد والسنوي إعداد والسنوي طبعا وإيه دي النقطة اللي أنت لازم تتحرك عليها وتشتغلها ووزارة الشباب نائمة ها يعني أنت البرنامج بتاعك إيه ووزارة التعليم نائمة كمان البرنامج بتاعك إيه في الفترة خب بل التعليم ما يرسطش ده التعليم ما يرسطش ده اللي يرسطه الشباب لأن الشباب دولتي كمان بقى مدموع عن الرياض يعني دي مسؤولية وزارة الشباب أكثر بص أستاذ وائل أنا هقول حاجة لبلدي وأتمنى أنها تكون يعني أنت برنامجك ما شاء الله مشاهدة عليك ضم وزارة الرياضة على وزارة الشباب لم يكن قرارا موفق خطأ خطأ وأنا الحقيقة خطبت الحاجة دولة رئيس الوزارة الموانس إبراهيم محلب على تليفونه وبعدت له رسالة قبل ما ياخد القرار لما عرفت أنه فيه ضم بيحصل قلت له قوعة تعمل ضم قلت له هذا الضم سيكون مشكلة كبيرة جدا للرياضة ليه؟ مع احترامي الشباب رؤيتها مش واضحة هي رؤيتها مش واضحة أساسا كوزارة أنت ديتها دي الرياضة الرياضة تحطت لها استراتيجية وتحطت لها رؤية وتحطت لها مشاريع هتبقى كتشكتها ازاي والملفات اتطرحت ازاي والدنيا كانت هتشتغل ازاي وتحولت للمدن صناعية الرياضية وتحولت لأفكار الاستثمارية وتحولت إلى رياضة في مدارس بتتحرك على قلياتها بتتكلم في 2 مليون طالب يخشوا في اتحاد الرياضي المدرسي وفعلت اتحاد الرياضي الجامعي عملت مظلة تشريعية لـ 18 مليون طالب مظلة رياضية كاملة بملفات كاملة موجودة جوة وزارة الرياضة كلام دا كله دا تقفل دلوقتي كلام دا كله دا مش موجود فانت أعطيت وزارة الرياضة هدية إلى وزارة الشباب وهذا كلام كلام بعيد ليه بقى؟ لأنك لما تاخدني في الشباب هقولك مع احترامي مثلا انت دلوقتي انها مفروض انت بتعمل قانون الرياضة والشباب أو على بعض اللجنة الأولمبياة بتقوم بتعمل القانون ودي الحقيقة كارسة 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 ويا ريت لو عرفتوا جيبه الأستاذ أشرف محمود يا رب كون بيسمعني لما الأستاذ أشرف محمود وهو رجل على فكرة ملتزم قال لي بالحرف الواحد سيادة الوزير أنا كنت حاضر مكالمة كان بيتم الاتفاق على تصفيتك سياسي على تصفية وزارة الرياضة المكالمة كانت ما بين المستشار خالد زين وما بين وزير الشباب في عائزة التوقيت والمستشار خالد زين بيقنع وزير الشباب بص سيب لي الموضوع أنا هقولك وهنعمل وان تخلص وزارة الرياضة وتتضمع الشباب والقصة واللجنة الأولمبياة تاخد دورها وانت تاخد دورك ويبقى عندك الباكتش كلها والميزانية تبقى على بعضها وتقدر تتحرك وتشتغل وفي حديث أنا جايبه لك يا رب أتمنى منك دي خدمة للبلد للبلد وبحملها لك فيه حديث لمدة 12 دقيقة أنا قلته فيه احتفالية توزيع الجواز الخاصة بجميع الميداليات اللي مصر حصرت عليها في وجودي الحديث ده هو من بدايته يوم ما تقال اتعامل المخطط لإبعاد العمري فاروق أرجو أنك متقطع وشانا عارف أن انت تزيع 12 دقيقة دي عملية قاسية جدا على إعلامي إنما ما يقال في ال 12 دقيقة هو ملخص كيان دولة إيه الخطر في اللي أنت قلته؟ لا أنا أنا حابب الناس تشوفوا العمري كان بيقول ليه؟ وقت ما كان قاعد على الكرسي وقت ما كان قاعد على الكرسي مش دلوقتي وقت ما الناس كانت موجودة على كرسيها هو مع احترامي ده في مواجهة الإخوان يعني في في كل الاتجاهات وفي كل الملفات وانت وزير وفي كل الناس اللي كانت متجاوزة حق البلد وفي إن انت هتتعامل إزاي وبحدية قاطعة وهيبقى كهان وزارة الرياضة شكله إزاي؟ وهو ده اللي اتعامل إن النهار ده مع احترامي لكل الناس الرياضة كانت تكون يعني إزاي ما يقولوا إيه؟ الفيش متشالة المشاريع كلها هتتحطت في الدراج كلها يعني الرياضة ضايع والشباب ضايع قانونك إيه؟ إرشاد وكشافة وجمعيات عمومية كشافت إيه؟ ماشي جميل تعلم الناس تكون لنا تعلمنا في كشافة إنت الولاد شهائلة جرباندية على كتفاة إنت تتعامل مع الموقف بتاع البلد الناس في الشرع شهائلة البتاع على كتفاة فيها بتاعتين وماشي اتعامل مع الموقف الشباب ده إنت تتعامل معاني فاقم الشباب سنة هو تعريف كلمة شباب إيه؟ سنة من كاملك إيه؟ هتتعامل معاني منطلق هتتعامل معاني من الجزء اللي في التعليم المدارس الإعدادي والسنوي ولا الجزء الجامعي ولا التعليم الفني التجاري والصناعي هو حد أقرب له هو حد أبصره ولا هتتعامل مع مشاكل الحياة الطبيعية لشاب عمره 22 سنة أو 35 سنة أو 39 سنة وكم الطلاقات إنت راسد ده إنت كل 8 دقايق فيه طلاق في البلد دي ده دور الشباب دور وزارة الشباب إلا أنا وزارة الشباب تهتم بال طبعا الوزارة اللي مسؤولة عنده ويعمل البرنامج بتاعه ويبتدي يشتغل على التسكيف من تحت لأن المجتمع لما بيقع بيقع من هنا وبالتالي كل اللي انت شايفه في المقاش هداه اللي بيحصل إنت المفروض تشوف مشاكل الشباب عامل إزاي الإسكان والجواز ده مشكلة الشباب تطلع الوزير الإسكان وتشوف إزاي تعمل البرنامج ما بينك وما بينك وتحرك الدنيا إزاي وتوجد ده إزاي مشكلة التشغيل تشوف القص انت تعمل حوالين كل محافظة تطلع الوزير الإسكان تعمل مدينة تجارية مدينة تجارية بمحلات تعمل خمسة مليون محل أو مليون محل أو اثنين مليون محل وتيجي كده تعالوا وزعوا مع الشباب انت عارف ده هيعمل ايه عارف يعني ايه ان انا لو عندي أنا النهاردة شركة ولا مصنع بطلع انتاج واجدتني منافذ بيع على مستوى كل محافظات مصر بمدن تجارية تملكها للشباب اللي طلع اللي تحت على كل مستوى انت الميكانيكي والسامكاري وده هو ده من الشباب شباب ما هو شباب ما هو بيش شباب مخدرات انت عارف الجمعية الخاصة بمحاربة التدخين رصدا اعلى معدل تدخين مخدرات في مصر في الفترة اللي فاتت دي السنة اللي فاتت دول اعلى معدل ده انت في ايه ما تقوليش بقى مع احترامي الشخص يعني وانا مش بهاجم عشان بس ما يعني ايه ما ما نتخلش انا بكلم على بلد انا بكلم على مصلحة بلد لا مصلحة البلد انا بكلم على مصلحة بلد انه نتحدث موضوع انما انتطفق ان الشخصية اللي بتدير شخصية مهزابة محترمة خالوكة متميزة كل الكلام ده يجوز يجوز انا محتاج ان انا افتح بعض الحاجات الوزارة تتحرك عليها الوزارة وليس الوزير المسؤولية مسؤولة وزارة الشباب وليس الوزير عشان بسبقى الامور واضحة لازم يشتغلوا على ملفات جديدة لازم يدرب يعني انا لما جيت ادرب وزارة الرياضة واخبال حضرتك ما ترحتش منقصات ما جبت الشركات راحت رايح لوزارة التنمية الإدارية قلت له لو سمحت انا عايزة على ملفك على اجندة حضرتك انا عايز ادرب وزارة الرياضة وافتح كل المجالات اللي عندي واخد الشباب اللي عندي والكادر ده اعمل حاجة اسمها قيادة بديلة وتحركت على ملفات مختلفة 180 درجة الكلام ده كله وبدأت تدرب تدرب مين بقى شباب الوزارة تدرب تمام شباب بتاع دوت المديرين بتوع الاتحادات تدرب يا رجل ده انا دربت اللجنة الأولمبية لنا جبتوا رأساء الاتحادات كلهم وعملنا حاجة اسمها عصف زهني لينا كلنا وتحركنا على قلياته وتحركنا على شغله وتحركنا على كل الكلام ده كله انت عملت مظلة رياضية يا استاذ واقل 273 نادي إدارة تعليمية واخد بال حضرتك مع التربية والتعليم الاراضي كانت تتزبطت من وزارة التربية والتعليم وبدأنا نتحرك في ازاي ان احنا هنوفر الفلوس دي وهنشتغل عليها 20-20 يبقى مصر فيها 273 نادي خاصين بوزارة التربية والتعليم و22 نادي خاصين بالجامعة وزير التعليم العالي الدكتور السايد دلوقتي كان رئيس جامعة المنصور اول واحد الحقيقة تعامل معنا واشتغل معنا في فتح نادي جامعة طلبة المنصور يعني ان الطالب حضرتك يخش يلتحك بالجامعة ومعاكر نين نادي بتاعه يبقى انت عملته مظل يا رجل انت حتى المسمى بتاع مركز الشباب لازم تغير انت ليه محسس الناس